أثناء زيارة الكاظمي إلى إيران يعني الرجل خلي أوضح لك بعض الأمور المهمة أولاً ما باله أبد يقوم بأي صدام مع أي فصيل موجود هو يرى أن هناك طرق أخرى ربما من الأفضل حالها وهذه الطرق طبعاً أنا أكثر مقتنع بيها ويعني دائماً أذكر بأنه أقول يعني خلنا نقعد على طاولة وحدة نجلس على طاولة وحدة وممكن أن نفتهم ماذا يريدون يريدون أخراج القوات الأمريكية ما يكون مشكلة زيارة لكن أنت عندك طرفين ما يريدون أخراج القوات الأمريكية خلينا نكون واضحين لا سنة ولا الأكراد يعني الموضوع واضح جداً بدون لف ودوران ونزوق الأمور ونجمل الأمور نكون واضحين أفضل فلذلك المطلوب ضمانات أفضل من أجل أنه تخرج للقوات الأمريكية خروج آمن أو نجد حلولاً أخرى فالرجل يذكر بأنه هذه الفصائل هم عراقيين يعني مهما يكون هم عراقيين بس خارج إطار الدولة أستاذ سرمد يعني خارج إطار الدولة أقو بيهم هوايا أنا أيضاً هذا الموضوع مؤيد إلك بي صح هم خارج إطار الدولة لكن جنسيتهم مش تقرأ تقرأ عراقيين ما دام عراقيين إذن ستكون هناك خطوط تواصل إذا مو اليوم غداً إذا مو غداً بعد غداً بس بس أستاذ سرمد العفو هذا كلام مردود علي يعني يقول أهم داعش كان هم أنا خارج إطار الدولة وهم جوازات عندهم عراقيين وهم عراقيين بس إحنا خطوة خطوة يا أخي يا أخي حكومة ترى ما صار لها ستين يوم خمسة وسبعين يوم ما صار لها يعني لحد الآن يمكن بعد ثلاث يام يا الله صير مئة يوم أو أربعة يام والله ما أعرف طير لكنهم ما معقول للرجل يعني حتى الحكومة أنا ما أتكلم عن الكاظمي ما لي علاقة بالكاظمي أتكلم على تشكيلة حكومية كاملة